الحمل تظن ريتا إنها حامل ذهبت ريتا إلى طبيبها وهو بدوره قام بإجراء تحليل للتأكد من حملها وأرسلها أيضا إلى المختبر لإجراء بعض فحوصات الدم ذهبت ريتا بعد عدة أيام إلى طبيبها لمعرفة نتائج فحوص الدم التي أخذت لها أخبر طبيب ريتا إنه سوف يحولها إلى مستشفى لمتابعة حالتها الصحية خلال فترة حملها وإن الجميع نتائج تحالي للدم التي أخذت لها سوف ترسل إلى المستشفى كذلك حولت ريتا إلى مستشفى حكومي القريب من مسكنها بعد مرور ثلاثة أسابيع استلمت ريتا رسالة من المستشفى عن موعد رؤية المولدة أو القابلة المولدات أو القابلات متمرسات في المستشفى يقومون بعناية على الحوامل خلال فترة الحمل وأثناء الولادة والأسابيع الأولى من ولادة الطفل سألت المولدة ريتا الكثير من الأسئلة وقامت بفحصها والتأكد من إن حملها مستقر أخبرت المولدة ريتا إنها سوف ترى الطبيب في زيارتها القادمة وإنها سوف تعاين من قبل المولدة خلال فترة حملها كل أربعة أسابيع لحين حلول موعد الولادة عندما ذهبت ريتا لزيارة المولدة قامت المولدة بفحص ضغط الدم وحجم الطفل وكذلك أعطتها بعض المعلومات عن الدروس التي تقام في المستشفيات بخصوص الولادة شرحت المولدة لريتا عن ضرورة حضور هذه المحاضرات حضرت ريتا مع زوجها المحاضرات التي تقام في المستشفيات حيث شرحت المولدة كيفية ولادة الطفل وماذا يحدث في المستشفيات عند ولادته في بعض الأحيان يطلب من الحامل شراء متطلبات الطفل قبل ولادته يجب عليك أن تقرري إذا كنت ترغبين بتشراءها أم لا الكرسي الخاص بطفلك الذي يوضع في السيارة هو الشيء الوحيد الذي يجب عليك أن تشتريه في استراليا يمنع أخذ الطفل المولود حديثا من المستشفى إلى المنزل إذا لم يكن هناك الكرسي الخاص به موضوعا بالشكل الصحيح في السيارة عند حلول موعد الولادة اتصلت ريتا بالمستشفى وبدورهم أعطوها موعدا للحضور أخذت ريتا إلى المستشفى من قبل زوجها حيث وضعت طفلتها هناك حيث ولدت طفلة بصحة جيدة يمكن للحامل في استراليا أن تختار لمتابعتها أثناء فترة الحمل بين طبيبها أو المولدة في المستشفى حيث تستطيع أن تذهب إلى المستشفيات الحكومية وتتابع من قبل الأطباء والمولدات هناك أو أن تذهب إلى طبيبها الخاص لمتابعة حالتها الصحية أثناء فترة حملها وكذلك لحضور الدروس المتعلقة بالولادة يجب على الحامل حضور كل مواعيد لمتابعة حالتها أثناء فترة حملها الكرسي المختص للطفل الموضوع في السيارة بالطريقة الصحيحة وآمنة واحد من القوانين الأسترالية لسلامة الطفل اطلب النصيحة بخصوص طفلك المولود حديثا من طبيبك الخاص أو من الممرضة المختصة في العيادات الشعبية إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار عن صحتك اتصل بالعيادات الشعبية أو بطبيبك الخاص في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 اطلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها الاختصاصي نادية تعاني من مشاكل والصعوبة في التنفس اتصلت بطبيبها الخاص لأخذ موعد لرؤيتها فحص الطبيب رئة نادية وطلب منها النفخ بجهاز خاص لفحص الرئة بعد الفحص أخبر الطبيب بأن يجب على نادية رؤية طبيب مختص بأمراض الرئة لأخذ أشعال صدرها ولرئتها حولت نادية إلى طبيب مختص من قبل طبيبها وأرسل معها رسالة إلى الطبيب المختص شرح فيها حالة نادية الصحية وأرسل رسالة أخرى إلى المختبر لإجراء الأشعة الفوق الصوتية لرئتها وفي اليوم التالي اتصلت نادية بالمستشفى وطلبت أخذ موعد لرؤية الطبيب المختص بالمجاري التنفسية وفي بعض الأحيان قد يرسل طبيبك الرسالة إلى المستشفى طالبا منهم أخذ موعد لك لرؤية الطبيب المختص وهم بدورهم سوف يرسلون لك رسالة تتضمن موعدك والمكان الذي يجب عليك الذهاب إليه إذا كان الموعد غير مناسب لك أو ليس بمقدورك حضورهم عليك الاتصال بالمستشفى وإبلاغهم سألت الاستعلامات نادية إذا كان معها رسالة من طبيبها الخاص حيث أخبرت نادية بدورها أنها تحمل رسالة من طبيبها عند أخذ موعد لرؤية الطبيب مختص قد يتلزم الأمر أن تنتظر مدة ثمانية أسابيع أو أكثر لرؤيته وفي اليوم التالي أخذ للنادية الأشعة الفوق الصوتية لرئتها وطلب منها أخذ هذه النتائج معها عند رؤية الطبيب المختص عندما ذهبت نادية لرؤية الطبيب المختص سئلت إذا كان معها البطاقة الصحية وبطاقة الضمان الاجتماعي وعن الرسالة التي أرسلت من قبل طبيبها الخاص عندما دخلت نادية غرفة الفحص قرأ الطبيب المختص الرسالة التي أرسلها طبيب نادية وكذلك اطلع على الأشعة التي أخذت لها وقام بفحصها كذلك كتب الطبيب لنادية الرشدة حيث تضمنت شراء بعض الأدوية وطلب منها أن تقوم ببعض التمارين لتساعدها في عملية التنفس وطلب منها أن تأتي لزيارته بعد ستة أشهر في بعض الأحيان قد تقوم بزيارة الطبيب وقد يحولك هو بدوره لرؤية الطبيب المختص يجب على طبيبك إرسال رسالة معك عندما تحتاج إلى رؤية طبيب مختص لتأخذها معك في استراليا لا تستطيع رؤية الطبيب المختص إذا لم يكن طبيبك قد حولك لرؤيته بعض الأطباء المختصين يعملون في عياداتهم الخاصة والبعض يعملوا لحساب العيادات الشعبية والمستشفيات الحكومية إذا قمت بزيارة الطبيب المختص في المستشفيات أو العيادات الخاصة فيجب عليك دفع أجور الزيارة والفحص إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار فيجب عليك الاتصال بالعيادات الشعبية أو بالعيادات الطبية لأخذ النصيحة في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 يمكنك طلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها